اشتركوا في القناة دفع الى التظاهر والاحتجاج بمقر القيادة المذعومة لعصابة الرابون جنوبة دوفة رافعين شعارات الكذب والتماطل التي يتعرض لها ابناء المحتجزين والزج بهم في عملية عسكرية انتحارية حسب تعبير احد المتظاهرين واضافت المصدر ان هذه الاحتجاجات تسببت في مواجهة عنيفة بين ميليشيات البوليثاريو وعدد من المدنيين بالاضافة الاعتقالات واسعة وضرب للنساء والاطفال كما ان الوضع مهدد بالمزيد من التوتر والغليان الشعبية في دل ارتفاع ضحايا العمليات العسكرية قرب الجدار الامنية الامر الذي يحز بالنفس ويعتبر خرقا واضحا لحقوق المدنيين الصحراويين ان الشاب ميشان البالغ 24 ربيعا يعاني من تدهور حالة بصره بسبب شضايا القذائف وبدأت حالته في عدم الاستقرار في وقت يشعر فيه بألم في رأسه تصاحب اغماءات للحظات حسب تعبير احد افراد اسرته وفي خبر اخر اثار خبر استئناف الرحلات الجوية بين جزر الكنار والاقالم الجنوبية غضب عصابة الرابون الانفصالية في الوقت الذي بدأت الجبهة تتخوف من تزايد الرحلات الجوية الرابط بشكل مباشر بين الصحراء المغربية ومطارات خارج المغرب وفيدت السياق وعقب نقل وسائل اعلام اسبانية لخبر عزم شركة بينتر كناريس استئناف الرحلات الجوية الى العيون خرجت الجبهة الوهمية لتهاجم الشركة وعبرت الجبهة الانفصالية عن استنكار لهذه الخطوة مواجهة تهديدات للشركة في رسالة وجهها ممثلها في اسباني عبدالله العرابي الى رئيس شركة الطيران الخط الرابط بين جزر الكناري والعيون يعد من اهم الخطوط الجوية في الاقالم الجنوبية خصوصا ان عددا من المواطنين في الاقالم الجنوبية يحملون الجنسية الاسبانية يذكر انه خلال شهر يونيو الماضي حطت في مطار الداخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية في اول رحلة جوية مباشرة تربط العاصمة الفرنسية باريس بالاقالم الجنوبية للمملكة وعلى متن افراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وسياح اجانب وبهذه المناسبة خصص استقبال بهيج لافراد الجالية المغربية والسياح الاجانب عند دخولهم لاروقة المطار حيث وجدوا في استقبالهم مسؤولين من ولاية جهة الداخل وديدهب وممثلي عدد من المصالح الخارجية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية ومسؤولي المطار وممثلي المجلس الجهوية للسياحة بالاضافة الى ممثل عدد من الوكالات والمؤسسات السياحية المحلية اطلاق الخط الرابط بين باريس والداخل كان قد تم مباشرة بعد اعادة فتح الاجواء المغربية بعد اشهر من الاغلاق بسبب الازمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجدة في ضل ثعيه الى تصنيع اللقاح الصيني محليا وجه المغرب انتقادات للدول الاوروبية التي لا تعترف بلقاح السينوفارما الصينية مشككا في موقفها من اللقاح الذي اعتمدوا عدد كبير من الدول في التصدي لجائحة كورونا ومحذرا من مغبة ان يخلف القرار الاوروبية بخصوص اللقاح الصينية فجوة بين الشمال والجنوب وفي الثياق ذاته قال ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية ان موافقة منظمة الصحة العالمية وعدم وجود اثار ثلبية خطرة للقاح كلها عوامل تجعلنا مشككين من مؤاخدات وارتياب بعض الفاعلين مضيفا ان موقفا من هذا القبيل هو ثياثي اكثر منه علمي وليؤذي الا الى خلق فجوة جديدة بين الشمال والجنوب واضاف بوريطا خلال الاجتماع الاول للمنتد الدولي حول التعاون في مجال اللقاحات ضد كورونا الذي نظمت الصين بثيغة افترادية ان المغرب اختار بحذم ان يتعاون مع شركة الثينوفارما الصينية لانشاء وحدة صناعية لانتاج اللقاحات مشيرا الى انه بالاضافة الى الهدف الوطني المشروع المتمثل في الثيادة الصحية والاكتفاء الذاتية تشكل هذه المبادرة استجابة للاحتياجات الحيوية للبلدان الثائرة في طريق النمو لاسيما في افريقيا حيث يظل الحصول على اللقاحات ضعيفا وغير مقبولة وابرز بوريطا انه في الوقت الراهن يعد هذا اللقاح الذي يتم تحضنه في خلايا فيرو احد اكثر اللقاحات التي يمكن الولوج اليها بشكل عادل وانه يتمد على تكنولوجيا فعالة ولا يطرح سوى القليل من القيود الليجستية ويظل سعره في متناول البلدان الثائرة في طريق النمو معربا عن فخره برؤية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين حيث تشكل رافعة لتعاون يكفل تحقيق الامن الصحية واملنا للعالم اجمع وكان استئناف الرحلات الجوية الى اوروبا وتخفيف القيود قد ادخل الصرور الى قلوب المغرب الذين يودون السفر الى القارة العجوز لكن الكثيرين منهم اصيبوا بالاحباط لعدم اعتماد بلدان القارة الاوروبية لقاح الثنوفارما الصينية ما يحرمهم من الحصول على جواز السفر الثحية وفي مواجهة جائحة كوفيت 19 استخدم المغرب لقاح ثنوفارما الصينية الى جانب لقاحات اخرى بدرجة اقل مشاركا منذ بداية انتشار الوباء باختبارات طبية حوله لكن الاتحاد الاوروبي اصدر توصيات غير ملذمة تحصر السفر الى بلدانه بالحالات الضرورية مشترطا ان يكون المثافرون المطعامين باللقاحات المعتمدة من الوكالة الاوروبية للأدوية والتي تستثني اللقاح الصينية وبالتالي فان المطعامين من المغرب بلقاح صينية ملذمون بتقديم نتيجة فحص سلبية للكشف عن الفيروس مع الخضوع لعزل صحي اذا ارادوا السفر الى اوروبا يحاول وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة منذ وصوله الى هذا المنصب النفخي في الانشطة التي يقوم بها وتصوير الجزائر وكأنها فاعل اقليمي ودولي هام لكن هذه المرة وقع العمامرة في الفخة وادعى وزير الخارجية الجزائري في تغريدتنا نشرها يوم امس الجمعة على صفحتي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر انه تطرق مع نادره الامريكي انطوني بلينكن الى افاق تنمية العلاقات التنائية مشيرا الى ان المباحثات كانت معمقة وتطرقت الى عدد من التحديات الجهوية والدولية وفق تعبيره وبعدها بالثاعات فند بلينكن بطريقة غير مباشرة ما روج له رمطال عمامرة وقال بلينكن في تغريدة على تويتر تحدث مع وزير الخارجية الجزائرية رمطال عمامرة اليوم يسعدني ان الولايات المتحدة ستنتهي من بناء مستشفى ميدانية على احدة طراز الاسبوع المقبل لمساعدة الجزائر في مكافحة كوفيد-19 من جهتها كشفت صفارة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر في منشور على صفحة الرسمية بالفيسبوك عن تفاصيل ما جاء بين المسؤولين ووفق المصدر ذاتي فان موضوع التبرعات اخذ الحيث الاكبر في المباحثات الهاتفية وكتبت الصفارة ان بلينكن جدد للمسؤول الجزائرية التزام الولايات المتحدة بمساعدة الجزائر في مكافحة فيروس كورونا بما في ذلك التبرع باللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس وتقديم ازيد من 4 ملايين دولار من المساعدات الطارئة المباشرة لغاية الآن وتسليم مستشفى ميداني متطورة ووصلت الجزائر الى حالة مذرية جراء انهيار منظومة الصحية بشكل واضح بسبب الارتفاع الغير المسبوق في عدد الاثابات بفيروس كورونا وتواصل العديد من قوارب المهاجرين الغير الشرعيين الجزائريين الوصول الى الثواحل الاسبانية في عز جائحة فيروس كورونا المستجدة وفق ما توتق بعض الجمعية الاسبانية المختصة في شؤون الهجرة وخلال يوم أمس أعلنت جمعية هيرو ديلمارا الاسبانية تسجيل دخول قاربين الى ثواحل أليكانتي على متنها 15 و 16 جزائريا بينهم نساء وفي ثواحل مدينة ألميريا انقذ حرس الثواحل الاسبانية قاربين كانوا يحملون 26 جزائريا منهما أربع نساء وطفلة كما كشف نفس المصدر عن انقاذ 11 مهاجرا من جنسية جزائرية وصلوا الى الثواحل جزر البليارا وكان حرس الثواحل الاسباني قد تدخل يوم أمس أيضا في مدينة ألميريا لانقاذ ثماني جزائريين وصلوا قبالة الثواحل المدينة أما الرقم القياسي ليوم أمس فسجل في جزر البليارا بوصول حوالي 7 قوارب على متنها 121 جزائريا وتعرف الثواحل الجزائر نشاطا كبيرا لظاهرة الحريق أو ما يعرف عند الجزائريين بالحرقة هذه الأيام بالرغم من تجديد حرس الثواحل لعملية المراقبة حيث كانت وزارات الدفاع أعلنت في بيان لها يوم أمس عن إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 128 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنعة بكل من وهران والقالة وعنابة وثكيكدا والشلفة وفي الجزائر أيضا حيث بات النظام العسكري الجزائري يلاحق نشرية الأخبار حول الوضعية الوبائية بالبلاد في محاولة للثغطية عن فشله خاصة بعد انهيار المنظومة الصحية وتفاقم أذمة الأكسجين ما زاد في ارتفاع عدد الوفيات بالوباء رغم تكتم الثلطات على إعطاء الأرقام الحقيقية فقد كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تابونة المجلس الأعلى للأمن باستحداث قطب جزائية جديد لمتابعة الجرائم الثبرانية ومكافحتها وملاحقة نشرية الأخبار بقصد التهويل عبر مواقع التواصل ودعت اللجنة الوزارية للفتوى في الجزائر إلى تجنب الإشاعة ونشر الأخبار والمعلومات الغير الصحيحة حول الوضع الصحي الناجم عن وباء كورونا دون الاستناد إلى المصادر الموثوقة وأكدت اللجنة على عدم إجازة نقل المعلومة إلا بعد التأكد من صحتها وصدورها من جهة مختصة موثوقة حرصا على عدم المثاهمة في انتشار الإشاعة إلى جانب الدعوة إلى مواصلة الجهود وتأذيذها في مواجهة الجائحة كما أكد أعضاء اللجنة على وجوب العمل على إشاعة معاني حصن الظن بين أفراد المجتمع وطمأنة المواطنين وتقوية عظيمة أعوان الدولة وتأذيذ الروح المعنوي للأمة ويأتي هذا بعد أن انتشرت مؤخرا عدة مقاطع فيديو لجزائريين يتدافعون من أجل الحصول على الأكسجين في المستشفيات العامة التي تشهد امتلاء غرف رعاية المركزة بالمرضى ونقصا حادا في أستوانة الأكسجين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر